اعتبر عن هذا الخطأ وحددت وزارة تربية والتعليم دوام معلمي المدارس في المملكة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسية الثاني للعام الدراسي الحالي والتي ستبدأ يوم السبت المقبل الثامن عشر من شهر ايار الحالي وعممت الوزارة على مديريتها في الميدان وادارة التعليم الخاص ومديرية تربية والتعليم والثقافة العسكرية ووكالة الغوث الانروا بان يكون دوام معلمي المدارس من التاسعة والنصف صباحا للفترة الصباحية والحدية عشرة والنصف ظهرا للفترة المسائية